واربنا جدان الحمد لله المنفرد بالدوام الباقي بعد فناء الأيام ثم الصلاة والسلام التمان الأكملان على خير البرية وأسكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله هذا موعدكم مع هذا البرنامج هذا ديننا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم أمين في هذه الحلقة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة علينا جميعا وأن يدخل علينا الخير بما نسمعه من كلام ربنا ومن كلام محمد صلى الله عليه وسلم الصالحون في الأزمات هذا عنوان الحلقة الصالحون لهم عند ربهم أسرار وأخبار ولهم عند الله مواقف عظيمة تظهر هذه المواقف في الأزمات تظهر مواقف الصالحين في الأزمات لماذا؟ لأنهم أرادوا الله وأرادوا الإخلاص في عبادتهم لله سبحانه وتعالى نتعرف في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى عن أخبار الصالحين ومواقف الصالحين في هذه الأزمة التي تمر بالعالم كله أزمة كورونا ماذا يفعلون؟ علاقة هؤلاء الصالحون بمساعدة الفقراء والمحتاجين علاقة الصالحون بما يفعلون في بيوتهم مع أولادهم الصالحون وفن إدارة الوقت الصالحون ونحن نحتاج دعاءهم في هذه الأيام الصالحون والدعاء أخبار هؤلاء مع الدعاء فأعيرون الكلوب والأسماع وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين الصالحون وفن إدارة الوقت أنتم تعلمون جميعا هذه الأيام كثير من الناس يجلس الآن في البيوت كثير من الناس أصبحت أعمالهم وفترة العمل أصبحت قليلة جدا ومن السنة الجلوس في المنزل في هذا الوقت للتعافي وللوقاية من هذا المرض الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يجعلنا جميعا من الأصحاء وأن يمن علينا رب العزة سبحانه بدواء لهذا المرض وأن يفك كرب المكروبين طيب أنا دلوقتي كثير من الناس يجلس في البيت ويضيع أوقاته ويضيع هذا الوقت الذي سوف يسأل عنه عند الله سبحانه وتعالى لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع منها عن عمره عمره بالإجمال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه بمعنى أننا كل واحد مننا سوف يسأل يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى عن فترة العمر دي مرتين مرة عن العمر إجمالا ومرة عن فترة الشباب لأن فترة الشباب أنت تستطيع فيها أن تبذل لله تستطيع أن تقرأ القرآن تستطيع أن تقيم الليل تستطيع أن تساعد الفقراء تستطيع أن تدخل المعروفة على الذي يحتاج المعروف في هذه الفترة الله يسألك سبحانه وتعالى ماذا قدمت لدين الله ماذا قدمت لنفسك وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا لذلك الصالحون في هذا التوقيت في هذه الأزمة وفي هذا الامتحان وفي هذا الاختبار وفي هذا البلاء لهم في فن إدارة الوقت لهم أخبار وأسرار ماذا يفعلون؟ لو نظرنا إلى جل الناس كثير من الناس ماذا يفعل؟ يجلس أمام التلفاز أو يضيع وقته أمام التلفون والواتس واليوتيوب ويبدأ يخش على مواقع لا ترضي الله عز وجل ويضيع وقته بما لا يفيد لكن لكن الصالحين لا يفعلون هذا ويجدون هذه المحنة فيها منحة من الله عز وجل أنهم يتقربون إلى الله بجل التعاط يتقربون إلى الله بكثرة العبادات يتقربون إلى الله بالقرآن هذا التوقيت وقت القرآن والله وقت القرآن لأن القرآن العظيم هذا القرآن هو النجاة من الفتن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن فقالوا من نجاة منها يا رسول الله قال عليكم بكتاب الله كتاب الله حبل الله المتين هذا الكتاب فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الصراط المستقيم إذا أردت الصراط المستقيم الذي تدعو الله عز وجل في كل ركعة في صورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم عليك بكتاب الله فكتاب الله هو النجاة من الفتن هو النجاة من الاختبار هو الذي ينجيك الآن أن ترجع إلى كتاب الله وترجع إلى الوحي لماذا نحن الآن في هلع كثير من الناس الآن في هلع وفي يأس وفي عدم تفاؤل وفي ناس خيفة من الموت وفي ناس قلها اكتئاب وفي ناس عندها هموم لماذا؟ لأن الناس بعدت عن القرآن لو رجعنا إلى الوحي وهذا الوحي فيه هداية للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا كما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أمة القرآن الخيرية فيها أن تعلم الناس القرآن وأن تتعلم القرآن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في أمرين أنك تأخذ القرآن وأنك تعلم الناس القرآن في هذا التوقيت الصالحون يلجأون ويفرون إلى الله عز وجل بفتح مصاحفهم بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار بتعليم القرآن للناس عن طريق التكنولوجيا الحديثة بدل ما تستخدم التكنولوجيا الحديثة في أمور لا ترضي الله عز وجل استخدمها اعمل حلقات على الضرامج وعلى هذه التكنولوجيا لتعليم الناس ولإدخال الخير على الناس ولربط الناس بكتاب الله عز وجل لذلك كتاب الله عز وجل هو النجاح من الفتن في وقت الأزمات الصالحون يلجأون إلى كتاب الله عز وجل لأنهم يعلمون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام ربنا سبحانه وتعالى أن القرآن هو النجاح طيب بعض الناس تسأل تقول يا عم الشيخ في الوقت أنت بتقول القرآن هو النجاح واحد مريض وقالوا هذا الفيروس كورونا مش عارف يعملين وإلى الآن إلى الآن لم يأذن الله سبحانه وتعالى بدواء لهذا العلاج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن بالدواء وأن يأذن بالشفاء من هذا المرض الله لم يأذن إلى الآن ولكن كثير من الناس يغفل على أن القرآن فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة طيب أصحاب الأمراض الآن لو حد منهم بيسمعني أقول له امشي في كلام الأطباء واسمع أهل الذكر وهم الأطباء في هذا المجال مجال الطب ولكن تعلق ويتعلق قلبك بالله عز وجل وبكتاب الله الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة الله لم يقل وننزل من القرآن دواء لأن الدواء من الممكن أن يشفي أو لا يشفي الطبيب حينما يعطي الدواء ويكتبه بناء على علمه من الممكن أن يشفي الدواء ومن الممكن ألا يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء والدواء موجود إذا كان الدواء موجوداً ولكن الله سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة أحياناً أو يصب بعض الأجهزة في الجسم والأعضاء في الجسم ولكن الله سبحانه وتعالى تحدث عن القرآن فقال شفاء ورحمة أي أنك تشفى بإذن الله ببركة هذا الكتاب العظيم وأيضاً رحمة لك أي أنه لا يضرك أي أنه يدخل عليك البركة أي أنه ترتفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى بفضل قراءة القرآن وحفظ القرآن والرقية بالقرآن أين نحن الآن بهذا العلاج الرباني أين نحن الآن من علاج النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي بالسنة النبوية أين نحن الآن النبي يقول الحبة السوداء شفاء من كل ذا إلا السام والعلماء قالوا السام هو الموت الحب السوداء شفاء من كل داء هذه دعوة دعوة لكل الأطباء دعوة لكل الباحثين أن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحجامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسرائيل والمعراج كلما مر على قوم من الملائكة كلما مر على ملئ من الملائكة قالوا له مر أمتك بالحجامة أين نحن من الحجامة؟ أين نحن من العلاج النبوي؟ الآن كل الناس التركيز كله على أنهم يجدوا مصل أو لقاح لعلاج هذا المرض أقول هذا أمر محمود هذا أمر جيد ولكن لماذا لا نمشي في الطريقين مع بعضهم البعض؟ لماذا لا نمشي في الطريقين مع بعض؟ نمشي في طريق العلاج الرباني والعلاج النبوي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله وبالرقية بالقرآن وبالسنة والعلاج بالذكر والتحصين بالذكر ونمشي أيضا في البحث والتحري عن علاج لهذا المرض هذا المرض الذي احتارت فيه الدنيا لا أقول بلد ولا أقول مجموعة من الناس بل احتار العالم أجمع في فيروس لا يرى بالعين المجردة فياربي أنت الآن أرأتنا ورأينا القوة الإلهية في أن مهما بلغ الناس من علم ومهما تجبر الناس بعلمهم في علمهم وبالتكنولوجيا الحديثة لا يستطيعون أن يكتشفوا علاجا لمرض ولفيروس لا يرى إلا بالمكبرات لا يرى بالعين المجردة أمر مجهول لنراه أمام أعيننا وأصبح الناس الآن في العالم كله في رعب لماذا لا نلجأ إلى الله؟ لماذا لا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم علم اليقين أن كل شيء بيد الله وأنه إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى الملك كله بيديه والخير في يديه سبحانه وتعالى نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الصالحون في هذه الأزمة يلجأون إلى الله بالقرآن يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى بأنهم يتعلمون ويعلمون طيب هل للقرآن فضل عظيم؟ نعم خذ هذه الأحاديث التي تبين عظمة القرآن إذا تعلمت أو علمت أولادك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال الطبراني والإمام الصيوطي رحمه الله قال أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم علموا أولادكم يحبوا رسول الله أين نحن الآن بدل القصص التي يراها الأطفال في التلفاز تلفزيون وعلى اليوتيوب وعلى غيرها أين نحن الآن أن نبدل هذا الأمر بأن نحكي لهم قصص وسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولنا فيها العبرة ولنا فيها العظة أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة الكرآن وتلاوة الكرآن فإن حملة الكرآن في ظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه ما هذا الجمال؟ أدبوا أولادكم على الكرآن أدبوا أولادكم أنهم يتعلموا كتاب الله عز وجل وهل ينفع إذا قرأ الولد القرآن ينفع والديه؟ نعم أنه يلبس والديه تاج ضوءه أحسن من ضوء الشمس والقمر يوم القيامة يجي ابنك كده اللي أنت حفظته وشفت له شيخ يعلموا الكرآن أو علمته أنت يجي يوم القيامة يمسك التاج ويلبسه لك أي كرامة أي عظمة لهذا الكتاب العظيم أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته وحب كراءة الكرآن فإن حملة الكرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه أي كرامة أي كرامة لحامل الكرآن لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير نرى الناس يهرولون على ما سوى الكرآن من أناشيد ومن أغاني ومن غيرها يا أخي أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدل الذي لا يغني عنك يوم القيامة بل من الممكن أن يكون في ميزان سيئاتك بالقرآن الذي بكل حرف تقرأه حسنة إذا قلت ألف لا ميم النبي يقول لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف بل كل حرف بعشر حسنات الحرف بعشرة لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف وكل حرف تقرأه من كتاب الله بعشر حسنات لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم تسعة عشر حرفاً في عشرة بمية وتسعين حسنا مية وتسعين حسنا وأنت لم تبدأ الكراءة أنت لم تدخل في أي صورة أنت قرأت البسمانة فقط تأخذ مية وتسعين حسنا هذا كنز من الله لنا هذا هو النجاة لنا القرآن هو النجاة لنا نجاة من الفتن والنجاة من الأمراض والنجاة من الفقر كل الناس الآن يخافون من الفقر ولكن انظر حولك هل وجدت حاملاً للقرآن عاملاً به حاملاً للقرآن عاملاً به وظروفه المادية متدهورة والله أبداً إلا نادراً إلا نادراً لن ترى أحد لن ترى أحداً ينشغل بالقرآن إلا أعزه الله في الدنيا وفي الآخرة معنا اتصال إن شاء الله الأستاذ آية من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام أستاذ آية فضلي حضرتك يا شيخ أنا عندي سؤالين فضلي السؤال الأول جفة حضرتك أنا أمي اللي بتعرف تقرأ أول يعني اللي بتعرف تقرأ شوي بسيط يعني تمام بالتحتة في القرآن هل ده حرام لا مش حرام ولا حاجة بس حاولي تعلميها يعني أنا وماشي ما أنا بعلمها طيب أبشير يا أستاذ آية النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن أنت بتقولي هي بالتعتع في القراءة من قرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتعتع فيه فله أجران لن تحرم الأجر هي بتجاهد إنها مش قادرة تقرأ قراءة صحيحة ولكن تتعلم تحاول أن تتعلم يبقى لها أجران إن شاء الله طيب ده السؤال الأول السؤال التالي يا أستاذ آية ممكن أستاذ آية تصري كمان مرة حاولي مرة كمان إن شاء الله الكرآن العظيم النبي يقول أدبوا أولادكم أدبوا أولادكم على كراءة الكرآن يبقى أنا أنشئ أولادي وأبين لهم عظمة هذا الكتاب وأن خيرية الأمة كلها في هذا الكتاب العظيم وأن حينما نقرأ نقرأ في كتاب الله العظيم نأخذ أجرا عظيما وأن هؤلاء أصحاب الكرآن لهم عند الله يوم القيامة قرامة معنا نتصال كمان أستاذ عادل أستاذ عادل سعيد أهلا وسهلا أزاك حاجة عادل أبارك يا حبيب الله يكرمك يا حبيب أهل الله يكرمك ربنا يحفظك يا ربي ويحفظ أولادك وأولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين وينجينا من هذا الكرب العظيم اللهم أمين الله يصحى حالك يا فن أنا أكلم حضرتك من داخل الحجر الصحفي المعجمدية يا فن ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنكم يا رب وإن شاء الله خير يا رب إن شاء الله خير ربنا سبحانه وتعالى يشفي كل مريض معكم ويخرجكم من هذا المكان على خير إن شاء الله اللهم أمين يا فن ربنا نعاكم يا رب وربنا يصر لكم الأمر إن شاء الله وإن شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله هذا الكرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصاب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها يكفر الله من سيئاته فأسأل الله عز وجل أن يكفر عننا وعنكم السيئات وأن يخرجكم من هذا الحجر الصحي سالمين غانمين إن شاء الله ويشفي كل مريض يا رب العالمين عندك أي سؤال يا حق عدل؟ طبعا الناس اللي في الحجر دلوقتي والناس اللي بتتعامل مع المرض والأطباء يعني أسأل الله عز وجل أن يجازيهم عننا خير الجزاء والله هم الآن عندهم خلق قد قل في الناس الآن خلق الإثار خلق الإثار ده هؤلاء هم الصالحون الصالحون الذين يتخلقون بخلق الإثار نجد أن الطبيب أو الممرضة تعلم أنها من الممكن أن تصب المرض ومع ذلك تتعرض له وتعالج وتعطي الدواء وتدخل هذه المرأة أيضا في النظافة لتنظف حجرات المرضى أي إثار هذا؟ والله هذا يذكرنا يذكرنا بالأنصار الأنصار الذين جاءهم المهاجرون جاءهم المهاجرون وليس معهم مال وليس معهم أرض ولا عندهم بيوت ويأتي الأنصاري لأخوه المهاجر ويقول هذا بيت لي بيتيني هذا بيت لك وهذا بيت لي ولي زوجتان أطلق إحداهما إذا انقضت عدتها واختار ما بينهما اختار الزوجة التي تعجبك وأطلقها وتتزوجها قمة الإثار هذا والله نراه الآن نراه الآن في الأطباء ونرى أمام أعيننا أن كثير منهم الآن يموت في العالم وفي مصر لسه الطبيبة اللي حزن القلب حزن القلب وأدمع القلب على فراق هذه المرأة الصالحة التي أسأل الله عز وجل أن ينجيها وأن يدخلها الفردوس الأعلى معنا اتصال إن شاء الله ألو عمر أستاذ عمر أم عليكم عليكم السلام أستاذ عمر أحنا وسهلا أستاذك مولينا الله يبارك لك تفضل يا حبيبي الله يخليك يا دكتور منور الدنيا كلها ربنا يخليك يا حبيبي الله يبارك فيك يا رب تفضل أنا عندي استفسار بسيط حضرتك بنتكلم عن الزوجة الصالحة نعم معاليش يعني كيفية التعامل مع الزوجة لو الزوجة يعني صعبة شوية مع الأهل أو مع زوجها نعمل معها إيه دكتور حاضر عناية حاضر طيب في أي سؤال تاريو أستاذ عمر مشاكل كتيرة وبقالنا مثلا خمس سنينة تزوجين وفي ولد وفي بنت تمام لكن دايما مشاكل مع الأب مع الأم ومعي أم وطبعا أنا أحمد اعتبر لي الأول مش عايز انفصل على هالزوجة الزوجة في بيت عيلة يا أستاذ عمر الزوجة في بيت عيلة ولا الوحدة منفصلة في بيت لوحدة في بيت عيلة في بيت عيلة هل طب في إمكانية أنها تخرب من بيت العيلة والله حاليا ما فيش لكن إحنا أتبر يعني أخي نحبيش إلا الأب والأم بس والأب والأم تنوي كبير طيب حاضر هيا بتسمعنا دلوقتي يا أستاذ عمر طيب حاضر أنا دلوقتي هوجه رسالة إن شاء الله وإحنا لسه بنتكلم عن الصالحين في هذه الأزمات إحنا كلنا دلوقتي في أزمة في مشكلة كبيرة في اختبار وابتلاء من الله عز وجل إزاي نتصرف وإزاي بيتنا وده سؤال والله مهم جدا يعني أنا أشكر للأستاذ عمر عليه أنه يذكرنا بهذا الأمر أن الزوجة الآن الزوجة الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم امتدح هذه الزوجة الصالحة وقال خير الدنيا متاع دنيا متاع فيها أشياء جميلة وفيها أشياء يسعد الإنسان بها فقار النبي صلى الله عليه وسلم وخير متاعها الزوجة الصالحة شو بقى إن الزوجة دي لو عرفت في نفسها كده إن هي دي خير متاع الدنيا خير متاع الدنيا نعم خير متاع الدنيا لأن دائما والله أقول أن الزوجة والمرأة في يدها بعد الله عز وجل سبحانه وتعالى ثم هي في يدها سعادة الدنيا كلها وأيضاً سعادة الآخر لماذا؟ هذه الزوجة إذا كانت صالحة تتق الله عز وجل وإذا تحققت فيها هذه الصفات الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة طيب إيه صفتها يا رسول الله؟ قال إذا نظرت إليها أسرتك لما تدخل من بيتك لما أنت قاعد في البيت 12 ساعة و24 ساعة قاعد في البيت حينما تنظر إليها تسعد لماذا؟ لأنها دائم التبسم في وجهك بشوشة بتدحق مش مكشرة طول الوقت مش خايفة من فوات الرزق مش خايفة أنها تجوع مش خايفة أن حد يتكلم عليها ويقول أن هي كذا وأن هي كذا لا هذه مرأة صالحة كلما نظرت إليها أسرتك وإذا أمرتها أطاعتك لما تأمرها بطاعة لما تأمرها بمعروف ولا طاعة إلا في معروف لما تقول لها حاجة ليس فيها معصية تقول سمعا وطاعة تلبي لك هذا الأمر إذا أمرتها أطاعتك وإذا أقسمت عليها أبراتك لما تحلف عليها توفح الفانك مش تيجي من وراك وتعمل الحاجة اللي أنت حلفت عليها هذه معنا تصال أخر أم أحمد حاجة أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام يا أم أحمد أهلا وسهلا أه أتفضلي أرفعي بس الصوت يا أم أحمد شوية أتفضلي يا أم أحمد لأ طمع أنا عندي بنت أطلق بسع سنة بس تطلق يوم ويومين لا طيب هي بتسمعنا يا أم أحمد دلوقتي؟ نا طيب حاضر أنا هوجيه لها رسالة دلوقتي إن شاء الله وأقول لها حادثك حاضر إن شاء الله عندها كم سنة يا أم أحمد؟ عندها كم سنة 12 سنة؟ أو ما شاء الله ربنا يحفظها يا رب ويجعلها من مقيم الصلاة اللهم أم أحمد حاضر يا أم أحمد أي سؤال تاني؟ لا شكرا نعم لا شكرا طيب تفضلي معنا اتصالات تاني؟ طيب إحنا كنا بنتكلم على الأستاذ عمر لما قال لي الزوجة الصالحة والمشاكل والبيت يعني أنا بقول لها لو أنت عيتها الزوجة إن شاء الله أسأل الله أن تكوني صالحة لو طبأت كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها أسرت إذا أمرها أطعت وإذا أقسم عليها أبرت وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي عرضه لا أربع حاجات دول لو المرأة عملتهم إن شاء الله تكون زوجة صالحة تدخل السرور على الأولاد وتدخل السرور على الزوج ودايماً الزوجة بقول هي مفتاح السعادة يعني هي تنظر للأب والأم أبو الزوج وأم الزوجة إن دول زي أبوها وأمها لو اتعاملت من هذا المنطلق ومن هذا المبدأ إن دول دول ده أبويا لو عمل أي حاجة أنا أسامكم ده أبويا إزاي إن أنا أقوله كلمة زعله إزاي إن أنا كشرفه وشه إزاي إن أنا أزعلان منه لا لا ده أبويا والستي دي أمي يعني أمي وأم الزوج وهي الأب والأم هم سبب بعد الله سبحانه وتعالى سبب وجود هذا الزوج ولولا هذا الأب وهذا الأم لو لهذا الأبي وهذا الأم ما جاء هذا الرجل الذي تزوجته فلازم إكرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله من عظمة ربنا من توقير الله إنك إنت لما توكر الله عز وجل من إجلال الله إكرام ذي الشيبة إكرام ذي الشيبة المسلم أيوا أم منا أم منا من جنوب سينة يا أهلا يا أهلا ومرحبا بأهل سينة أعزهم الله الله يخليه اتفضل يا أم منا أنا لي أخت بصراحة هي اتطلقت من جثة دلوقتي ومعها ثلاثة بس هو ظلمها كتير بصراحة إهانة وعنده أمه بكل حاجة في الدنيا طيب هي طلقت ولا لسه على زمته؟ لا هي اتطلقت دلوقتي من ثلاثة شهور ربنا يحسن إليها إن شاء الله ربنا أعوام فهي عملت حاجة بس هو كان ظلمها ظلمها يعني ظلم مش عارفة إن أنا عمال أكمح فيها إنها ترجع ما هيش رضي طيب في ناس اتدخلت طيب للصلح؟ كتير اتدخلوا والله بس هي خلاص قالت هو هني وقال لها أمي عندي بكل حاجة في الدنيا طيب ما هي الأم فعلا كل حاجة بس هو لابد يكون عادل يعني يكون عادل بين المعاملة مع الأم ومع الزوجة يعني ما يجيش على الزوجة عشان خطر أمه ولكن هو يحاول بقدر الإمكان بحكمة ومنوضع حسنا كده طيب هل في حاجة غير بوضوع الأم؟ فيه كانت حامل فإحنا عارف إن إحنا فلاحين وكده فبقيت أم تقول لا لو أنت حامل أنا هنزلك اللي ببطنك فهي نكرت خالص إن فيها حاملة أصلا نكرت وهي دلاتي حامل ما زالت حامل لسه لا ده ولدت ده ولده بقى لها ابنة عندها وهو عرف إنها ولدت؟ أيوة حتى ما كانش راضي يروح ينزل الولد وكده مش راضي يكتبه يعني؟ أه طيب إحنا بس فيه حاجة هو الأمر دلوقتي بدال فيه أولاد الأمر بقى صعب شوي يعني أنا بقى ببص للمفاسد والمنافع المفاسد أكتر من المنافع يعني لو هي فضلت على طرقها هتفضل فترة كبيرة جدا ودلوقتي أولايل جدا اللي هيخبط على الباب ويقول لها تعالي أنا هتجوزك وهكفل عيالك الأمر هيبقى صعب إحنا عايزين بس فيه حاجة لابد من دخول العقلاء تدخل العقلاء في هذا الأمر يعني ممكن يا أممنا شوفي كده لو تاخد الرقم إن شاء الله من الكنترول ونتواصل مع الزوج ونشوف هو إيه اللي مدايق ونكلمها هي ونوصل لحل وسط يرضي جميع الأطراف إن شاء الله عشان خاطر الأولاد هي الحجة صفة من ضميات السلام عليكم عليكم السلام حيا الله أهل ضميات وحياك يا أخي الله يكرمك أحسن بقول لحضرتك أتفضل أعود أسأل سؤال ودعي دعاء أنا أعود أسأل على الحديث اللي النبي قال فيه لسيدنا بلال يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة طب أنا ماشي على الوضوء بس ما بصلش بعد الوضوء ولازم عشان أمشي على الحديث بالضبط لازم أصلي بعد كل وضوء ركعتين ما هو هو الحديث بيقول أنه هو كل ما أحدث توضى وكل ما توضى أصلا لله ركعتين فأنتي أو اقتضيتي بسيدنا بلال رضي الله عنه بأنك أنت كل ما تتوضي تصلي ركعتين ولو خفاف بس في أوقات فيها أوقات منع يعني بعد العصر ما تصليش يعني بعد صلاة العصر للمغرب ما تصليش بعد الفجر لغاية طلوع الشمس بربع ساعة ما تصليش إلا صلاة السبب يعني لو عندك صلاة السبب مثلا صلاة استخارة أو تحييط مسجد أو كلام ده لا صلاة السبب ما فيهاش مشكلة لكن في الوقت ده يعني الوقت بالليل اتوضيتي صلي لله ركعتين والركعتين دول عند الله سبحانه وتعالى لهم أجر عظيم أدعي يا شيخ لو تبعنا فضالي فضالي اللهم تحل لنا كل عصير اللهم أمين أرضقنا الأمن والأمان اللهم أمين وحمينا من كل داء اللهم أمين ووفقنا بالأنس بك يا رحيم يا رحمة اللهم أمين وأسألك يا الله أن تفرج عنا كل قرب اللهم أمين اللهم أمين ويسعدنا بصلاح البال اللهم أمين ويعيننا على أحسن الأخلاق اللهم أمين ويغفر لنا جميع الأوزاء وأسأل الله الكريم الحليم أن يحقق لنا الخير والفضل في أنحاء الأرض اللهم أمين ويلهمنا الصبر على قضائي وقدري اللهم أمين وينعم علينا بالعافية في الحياة الدنيا ويقرمنا برحمته وجنته فهو الحنان المنى اللهم أمين جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك هذا الدعاء اللهم أمين ربنا يحفظك يا رب يا أستاذ صفا ومعانا الأستاذ هدى من ضمياط وحيا الله أهل ضمياط حياك الله يا شيخ ربنا يحفظك جميعا يا رب يحفظ المسلمين ويحفظ العالم كله يا رب العالمين آمين يا رب العالمين ما تستنى في شغف الدعاء ربنا يحفظك يا رب ربنا يحفظك فضالي أنا أريد سؤالك يا شيخ عن صلاة الضحى آه صلاة الضحى أنا مش مطلق مصيحة أحيانا أصليها وأحيانا لا هي صلاة الأوابين صلاة الضحى صلاة الأوابين يعني صلاة عظيمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أو أربعة أو ستة يعني لها ست ركعات أربع ركعات ركعتين صلاة الضحى صلاة جميلة وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة يعني المفاصل بتاع الجسد العلماء يقولون أن صلاة الضحى هي شكر لله عز وجل على مفاصل الجسد المفاصل بتاع الصوابع والأنامل والعظام المفاصل في جسمك كله قالوا أنها حوالي 360 مفصل لو أنت بقدرتش تطلع أو تخرج صدقة عن كل مفصل في جسمك وتشكر الله عز وجل ممكن تصلي صلاة الضحى فهي تغني وتشكر الله عز وجل بها زي الفرض هي لازم تنتظم سنة؟ لا 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 مش فرض هي سنة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا عارفة أنها سنة بس يعني لازم أنتظم فيها كل يوم كل يوم كل يوم الساعة كل يوم والله على قدر استطاعتك ده هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الاستطاعة يعني أنت لو أنت نظمت وقتك أننا صلاة الضحى دي شكر لله على كل مفاصل الجسد وختيها من المبدأ ده أن أنت بتشكري الله سبحانه وتعالى ليحمي الجسد هذا ويحمي مفاصل الجسد من أي أمراض وختيها أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هتتعودي وهتصبح العادة عبادة وإن شاء الله يسأل الله أن تستمري على هذه العبادة العظيمة اه تفضلي تمام تمام طيب أنا يعني يعني احنا خلاص قدامنا حوالي خمس دقائق ان شاء الله الخمس دقائق دي عايزين بس كده ان احنا في هذه الأزمة نتعامل تعامل الصالحين الصالحين في الأزمة بيكرؤوا قرآن عاملين ورد قرآني كل يوم وفي بعض الناس بتختم كل عشر تيام ورد قرآني كل يوم وأبدأ أعلم أولاد القرآن أكتمع على مأدبة القرآن أنا وأولادي كده كل واحد يقرأ صفحة من الأولاد ونعمل جلسة قرآنية الأمر الثاني أعلم أن القرآن شفاء فأبدأ أقرأ الرقية حتى لا أصاب بأي مرض أقرأ رقية الفاتحة آية الكرسي كل هو الله أحد كل أعوذ برب الفلك كل أعوذ برب الناس على مية وأشرب منها أو أن أنا أسفل في إيدي وأقرأ وأمسح بهم جسمي وأنا خارج للشغل أو خارج لأي مكان في أذكار الصباح والمساء عندي أعوذ بكلمات الله التماتي من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أذكر هذه الأدعية وهذه الأذكار صباحا ومساءا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التماتي من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يخرج من منزله هذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رايح الشغل أو رايح أعمل مشوار رايح مصلاق رايح أشتري خضار رايح السنطر رايح أعمل أي مصلحة وأنا خارج أولي أعوذ بكلمات الله التمات والنبي يقول لا يضره شيء حتى يرجع من منزله ذلك عندي كمان الحبة السوداء شفاء من كل داء والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء من كل داء عندي الدعاء والدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة والدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لا نستهون النبي قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض ولا يزال الرجل في خير حتى أنه يدعو الله عز وجل ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم دعوة الوالد لولده دعوة الوالد لولده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد منها دعوة الوالد لولده دعوة الابن لأبي يرتقي الرجل في الجنة ويرتقي الدرجات في الجنة فيقول يا ربي أن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أين لهذا أنا ما عملتش يعني ليه أنا برتقي فيقال باستغفاري ولديك لك نكثر من الاستغفار ونكثر من الذكر ونكثر من القرآن في هذه الأيام العظيمة عندنا بس كده بعض الرسائل شكر شكر للأطباء والطبيبات للممرضين والممرضات للذين يعملون في الحجر الصحي شكر عظيم لهم أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء أسأل الله عز وجل أن ينجيهم من كل بلاء وأن يجعل هذا العمل الذي فيه إثار وفيه حب وفيه تطحية يضحون بحياتهم من أجل المرضى فأسأل الله عز وجل أن ينجيهم وأن يحصنهم وأن يغفر لهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وبشكر كل العاملين في هذه القناة الإعداد أستاذ حمدي أحمد والمخرج والناس اللي خلف الكاميرات أقول لهم جزاكم الله خيرا على هذا العمل وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتكم وأسأل الله لكم جميعا الحفظ والوقاية من كل شر أسأل الله لكم جميعا الحفظ والوقاية من كل شر اللهم أمين ندعو الله عز وجل في هذا التوقيت وفي هذه الساعة لعلها تكون ساعة إجابة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملائل أعلى وفي عليين اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم تولنا في من توليت اللهم أنزل علينا الرحمات اللهم أنزل علينا رحمات اللهم أنزل علينا الرحمات يا رب العالمين اللهم نجنا مما نحن فيه اللهم ارفع عن الأمة الوباء والغلاء وكل الأمراض يا رب العالمين اللهم إننا نعوذ بك من البرص والجزام وسيء الأسقام اللهم فك عنا كل هذا الكرب يا رب العالمين اللهم فك عنا هذا البلاء يا رب العالمين اللهم اشفي كل مريض يا رب العالمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أخرجنا من هذا الاختبار ونحن في القرب منك يا رب العالمين اجعلنا وأهلنا وبنونا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وبنينا وأهلينا من أهل القرآن فهم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته